هنبدأ في المحاضرة دي هنتكلم على أول أجزاء فيه البروغراميج بتاع البريفرز بتاع الـ فهنتكلم على system clock هنتكلم على نوع system clock اللي ممكن نحن نستعملها زي الـ internal clock او external clock how to initialize system clock بتاعتنا هنتكلم على حاجة نسميها الـ watchdog timer هنتكلم على general purpose input output هنتكلم على output mode وhow to configure the port pins as digital inputs or digital outputs هنتكلم على حاجة اسمها crossbar وزاي نحن نبروغرام crossbar ده علشان نخلي البريفرز بتاعتنا موجودة على input output pins اول حاجة هنتكلم عليها هي system clock system clock هي basically heart beat بتاع mic controller يعني هي دي القلب اللي بينبط علشان mic controller كله يشتغل على الـ beats بتاعته يعني كل clock cycle معناها بالنسبة لنحن نعمل حاجة محددة في البنامج بتاعها كل خطوة بتتمثل بواحدة من clock cycles الموجودة عندنا في system clock الـ ct51f020 ممكن يشتغل من internal or external clock sources ده الشكل العام ده الـ block diagram العام بتاع الـ clock نفسها جاية منين يعني دي system clock بتاعتنا اللي بتشتغل بها كل الأجزاء اللي موجودة في mic controller وممكن تيجي بها من variety resources ممكن تيبقى جاية لنا من internal clock ممكن تيبقى جاية لنا من external clock بس بـ programed بشكل معين وعمتا هنلاقي ان الشكل ده الـ block diagram اللي بتشكل ده الحقيقة يعني في كل حاجة هنتكلم عليه هنلاقي block diagram زي كده بيوضح لنا الـ blocks نفسها وإيه اللي بيتحكم فيها من الـ SFRs يعني او الـ pins الموجودة في الـ bits الموجودة عندنا في الـ SFRs يعني مثلا بنتكلم على الاختيار بتاع system clock نفسها بيبقى basically enable internal clock بتاعنا بيبقى جاي من بين اسمها i-o-s-c-a-e-n دي في SFR اسمه i-o-s-c-i-c-n لو خليت دي بتساوي واحد يبقى معنى كده عملت الـ internal clock لو انا بتكلم ان انا عايز اشوف اذا كان الـ clock دي ready ولا لا بشوف حاجة اسمها i-f-r-d-i دي موجودة برضو في نفس الـ SFR هو هو فبتشيك عليها اذا كانت بواحد يبقى معناها كده ان الـ internal clock source بتاعنا يعتبر اوكي الـ external source بقى زي ما احنا عارفين لازم بجاي من خارج الـ mic controller فدي بسيكلي دول دولز الدولز يبقى مأملا باي مجودة وقد س ممكن غلط من بعضام كريسطول بيهم استمناعد ممكن احط على كريسطول 1 بس أحط كافستور معا resistance بشك يزا كي ده كده ممكن هحط كريسطول 1 مع كريستول 2 معاهم كافستور بشك يزاكي ده كده وممكن هدخل cloc سورس بقى جايلي من سيموس كلاك بقى مثلا زي كنا عندي سورس مثلا يعني عشان يطلع علي كلاك معينة ممكن ناخد منها على طول على كريستال وان ده بيخش بعد كده على ايمبورت سيركيت بيتحدد لي اللي يتعامل فيها بعد كده عن طريق البيتس الموجودة هنا في ال او اس سي اكسي ان وبعد كده بيبقى يعني فيه بشوية حاجات برضو ممكن انا اعمل دي بشكل ما وفي الاخر الكلوك دي تبقى واحدة من الشاك ده بيمثل لدينا داخلي هنا الانيكسر ناكلاك بتاعتي ودخلي هنا الاكسرونيك لوك بتاعتي حسب ما انا بحدد بقى السيritي بتاعي هنا هاختارك ده ولا ده لو اخترت زيره بخترت الاكسرون الكلاك لو awaitرت واحد يباخترت الاكسرونيك لوكو البيت اللي هي بتحددها يتعمل لي سليكشن دي زي ما احنا شايفين كده حاجة اسمها سي ال كيس اسال اللي اهقتflies فباسيكلا حسب ما انا احط قيمة بتاعة البيت دي حسب انا انا بحدد الانترنالالالالالالالالالالالالالاعشغال عندي او او الالالالالالالالاع ممكن اشتغل بايهه end بنتكلم على الانترن الاستيليتور بتاعنا الماكسيمان بتاعه 16 ميجا هيرتز الاكيرسي بتاعته او التالرنت بتاعه 20% الاكسين اتكلاك اوبشن زي ما احنا قلنا ممكن يبقى كريستال ممكن تبقى كاباسيتور زي هنا كده ممكن يبقى ارسي ممكن يبقى حاجة زي هنا كده ممكن تبقى سيموس كلاك اللي هي حاجة زي كده في الاول خالص طبعا عشان المايك كنترولر نفسه لما بيبتدي ما بيبقاش عايارف ايه اللي موجود عنده بتاعه هو ما بيبقاش عارف ان احنا عندنا كريستال محطوطة برة فمش معقول ان هو يبتدي يشتغل على تبقى مش عارف زي كاتت موجودة او مش موجودة فهو بيبتدي في اول لما بيشتغل خالص يعني لما بناعمل لرسام طريقاآ دي معناه ان احنا حطنا له powerful حطنا له power لو هو كان مفيش عليه power باقى عليه power يبقى معنى كده اكني عمل الشيء بالزبط الرسام لما بيحصل بينزل ما فيه خليها اكنها مش موجودة يخليها زير وباكي يطلع بيها تاني. فلما بعمل ريسات ببتدي ابوت من الاول خالص. ببتدي من برنامج انا رفزه من اول خطوة. فالمالكونترور بتاعنا بيأوباريت فروم the internal oscillator at a typical frequency of two ميجا هيرتز. يعني ده الديفولت بتاعه. يعني في الاول خالص لو انا معملتلوش اي حاجة خالص هو برو جرامد ان هو يبتدي يشتغل من internal clock باثنين ميجا هيرتز. ممكن بعد كده بقى ان انا لو انا عايز استعمل internal oscillator with different frequency. ممكن اغير الـ frequency الى اتنين ميجا دي. ممكن اخليها اربعة او تمانية او ستاشر. يعني عندي الـ internal oscillator بتاعي. ممكن اخليه اتنين او اربعة او تمانية او ستاشر. طبعا هو الاساس بتاعه ان هو بيبقى ستاشر وانا بعمله عشان اوصله تمانية او اربعة او اتنين. بس عاماتا هو بيبتدي في الاول خالص عشان يبقى ضامن الـ dunia stable ويبقى ضامن الهاتف بتاعته تبقى ستيبل بيبتدي على اقلت ممكنة Jeremiah اسسيلياتور عشان يبتدي منها يبوت وبعد كده انا جوب في البرنامج بقى لو عايزي شغاله او عايزي شغاله بالفريكونسي من الانتنある would ya او كدة بعمل البروغام بتاعي بحيس ان هو يقول له يعمل كده. الاكيرسي بتاعة الانتنある is lietor هي بلاس ماينس 20% ودي حقيقة مش كويسة. 20% برسنت هي رخم كبير جدا لو بكلم على 16 ميجا ال 20 بيرسنت بتاع 16 ميجا ده بنتكلم على 3.2 ميجا هيرتز. ده بنتكلم رقم كبير جدا حقيقة. فبنتكلم على ان احنا لو بنكلم plus minus 3 و 2 من 10. يبقى معنا كده ده ممكن يكون يعني يعني حوالي 12 و 8 من 10 ميجا. او ممكن يكون 19 و 2 من 10 ميجا. فبنتكلم على فروقات شاسعة في الفريقونسي يعني ممكن ما يبقاش ضمنين خالص قيمتها كان بالزبط. يعني ممكن تبقى من 12 و حاجة لغاية 19 و حاجة. فده طبعا لو احنا بنعمل application. الطايمينج فيه critical ما يستحسنش خالص استعمل فيه انترنا اوستيليتور. انترنا اوستيليتور بستعمله في حاجة مثلا ممكن لو انا بعمل حاجة زي remote control مثلا. الطايمينج ما هوش very critical في remote control. ممكن ان انا استحمل شوية tolerance. ممكن ان انا الوقت بتاعي بتاع الرياكشن بتاعي ان انا يعني بتاكت مثلا الكي اللي هو البرست اللي موجود عندي. ده human interface فبطيء جدا. فالطولرنس بالشكل ده ما يفرقش معه كتير. بس بنتكلم بقى على في بعض الapplications مثلا لو انا بديتكت حاجات بديتكت timing مثلا بتاع حاجة معي. انا عايز ايس مسافة مثلا. فيعني بديتكت مسلا وقت بين حاجتين بين 2 events. فلما بديتكت وقت بين 2 events لازم اديتكت الوقت ده بطريقة very very accurate. فالانترنا oscillator في الحالة دي ما ينفعش. الانترنا oscillator معمولة علشان يعني applications that do not need a very accurate clock source. اوكي? وطبعا في الحالات دي بيبقى الانترنا oscillator بتاعنا بيبقى في ميزة كبيرة جدا انهم بيكلفناش components خارجية. بيخلي الدائرة اصغر. بيخلي الخارجية مش موجودة. فمعنا كده الكوست بتاعنا بيبقى اقل. فمعنا كده بيبقى طبعا في ميزة ان انا هستعمل الانترنا oscillator whenever i can. فيه control register بقى مخصوص علشان الانترنا oscillator. اللي هو OSC ICN ده الريجتر اللي كان موجود فوق في الرسمة اللي احنا شفناها بتاعت clock sources. اللي بيحصل ان احنا بيبقى عندنا كزا بيت موجودين. وحسب الـ selection بتاعتي في البيتس دي. هو بيحدد اي اللي بيحصل بالزبط. اول حاجة اي واحد من الـ SFRs including اللي هو OSC ICN دوت. بيبقى له حاجة اسمها RESET VALUE. يعني هو لما بيحط له الباور بتاعته لما بيقوم من يعني كن يبقى شغل الكمبيوتر كزا كن يبقى شغل يعني يبقى ترن الباور ON مثلا. بيبقى هو عنده DEFAULT VALUE. و DEFAULT VALUE ديت بتحدد دي هو بيرياكت ازاي. فDEFAULT VALUE UPON RESET بالنسبة للرجستر ده هي 00010100 فبنتكلم هنا ان الـ D0 وD00 دي ما تفرقش معي. يعني في كل احوال لو كتبت اي حاجة مش هتفرق. فدي 00 ما تفرقش معي بحاجة. الزيرو الاولانية دي معناها ان انا بتكلم على دي حاجة اصلا بتكلم عليها ان هي موجودة في الـ external clock دي مش موجودة في الـ internet clock. الجزء بتاع النمر اربعة دي برضو دي انا بقراها مش بكتبها. يعني دي مش مش بتأثر علي دي بيسيكي بتقولي ازا كان الـ internal oscillator ready ولا مش ready. فمعنى ان دي بتساوي واحد اللي بتنمر اربعة اللي هي زيرو واحد اتنين تلاتة اربعة معنى ان دي رادي معنى كده الـ internal oscillator بتاعي رادي. اللي بعد كده اللي بدي زيرو يعني ما بحطها زيرو يعني معنى كده ببص هنا كده لاقي اللي دي clock select clock select زيرو معناها ان انا بستعمل internal oscillator as system clock. فالـ default value بتاعتي اللي هي upon reset بتبقى زيرو. معناها ان انا دلوقتي ببتدي بالـ internal oscillator كclock source هنا. الـ bit اللي بعد كده اللي هي دي واحد اللي هي internal oscillator enabled bit. دي هلاقيها بتساوي واحد معناها هنا الـ internal oscillator بتاعنا enabled. لو هي زيرو معنى كده الـ internal oscillator بتاعنا disabled يعني معنى كمش يطلع الـ clock. طبعا هنا لو انا ببتدي وبقول ان انا بشتغل كـ default بـ 2MHz internal oscillator frequency يبان معنى كده لازم تقول دي تكون enabled عشان يبقى ايه يبقى الـ clock source ده متاح. اخر 2 bits بقى اللي هم 0-0 دول لو بصنا عليهم كده دول اللي بيحددولنا الـ frequency بتاعتنا بتساوي كم? internal oscillator frequency control bits. لما بيكون 0-0 معنى الـ internal oscillator frequency is 2MHz. يعني معنى كده الـ default بتاعي اللي بقوم عليه بعد الـ reset هو ان انا بشتغل بـ frequency clock frequency 2MHz. لو كانت لو كنت عايزة اغيرها خليها 4MHz يبقى لازم اكتب في الـ bits دي 0-1. لو كنت عايزة تشتغل 8MHz يبقى اكتب فيها 1-0. لو عايزة اشغالها بـ 16MHz اكتب فيها 1-1. ده الـ default بتاعي اللي انا بقوم عليه وبيشتغل بيه في الاول خاص لو انا ما جيتش ناحيته لو انا ما غيرتش في الـ register ده. انا لو غيرت في الـ register ده بقى اقدر ان انا اتحكم في الـ frequency بتاعت الـ internal oscillator دي بتساوي كم بالظبط. طبعا انا لازم امانتين ان انا لو انا عايزة اشغل بالـ internal oscillator. لازم امانتين الـ clock source هنا ان هو ده بيساوي واحد. اللي بيساوي 0 عشان يبقى internal oscillator هو system clock. ولازم امانتين الـ enable bit بتاعت الـ internal oscillator دي on علشان امانتين ان الـ internal oscillator بتاعي يطلع عليه frequency. الـ bit اللي هنا بيسابة عادية انا قلت ان هي ما لقاش علاقة قوي بـ الـ 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 يعني ممكن ما يبقاش لقى علاقة قوي بـ الـ operation يعني بس دي بيساوي بيديتاكت اذا كان فيه missing clock. يعني بيساوي لو حصل لأي سبب من الاسباب ان حصل تعطل في الـ internal clock مثلا او حصل يعني missing clock عموما يعني كويس. لو حصل ان clock اتأخرت اكتر من 10 ثواري ومجاتش ده بيعمل reset للـ mic controller. يعني انا ممكن ان انا لو حطيت دي بتساوي واحد هنا لو خطيت الـ bit دي بتساوي واحد يبقى هو هيديتاكت التأخير ده ويريسات الماك كنترولر. لو انا حطيتها بـ 0 يبقى هو مش اعمل حاجة. لو حتى الـ clock اتأخرت هو مش اعمل حاجة. الميزة بتاعت حاجة زي كده ان انا ممكن لو حصل لأي سبب من الاسباب ان clock بتاعتي clock source بتاعي اتعطل لأي سبب من الاسباب. انا بعمل reset الماك كنترولر عشان يبتدي from scratch تاني عشان غالبا لما واحد بيعمل reset زي ما احنا الكمبيوتر بتاعنا بيهند كده ممكن احنا نعمل reset عشان يقوم بعد كده يشتغل بطريقة سليمة. دي نفس الحكاية بالظبط. لو عملت enabling للبيت اللي هي number 7 دي اللي هي MSCLKE معناها انها دلوقتي بخلي clock detector اللي هو بيبص على clock ويتشك اذا كانت موجودة ولا مش موجودة يبقى enabled فمعناها ان لو حصل clock بتاعتنا كانت missing يبقى معنا كده هيحصل reset المايك كنترولر. الاكستانا الاستيليتور بقى بممكن بفيه عندنا كزا option زي ما احنا كنا بنقول. وكل option لها مزايا ولها يعني بعض الاحيان بيبقى لها عيوب. اول حاجة هي الكريستال الاستيليتور. ودي عادة بتبقى use if accurate clock is needed. دي بيبقى عندي الكريستال الاستيليتور ده زي ما هنشوف كده. ممكن نلاقي مسلا ان هو اللي بيتحدد لنا الفريقونسي بتاعته باربع عرقام عشرية. مش بس مسلا قولي اتنين ميجا ولا ثلاثة ميجا ولا عشرين ميجا لا. ده بقولوا عشرين ميجا بوينت كزا 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 اربع عرقام عشرية. يعني معنا كده accuracy بتاعته ممكن نوصل لحاجة مثلا بكلم على fraction of a percent. يعني بيكلم حاجة عالية جدا. accuracy عالية جدا. فبيستعمل طبعا لما يكون عندي accurate clock او عندي applications فيها time. يعني accuracy تبقى عالية. فدي حاجة مهمة جدا نحنا نعمل. الcapacitor بقى بنتكلم على الحاجات ال applications فيها low power operation وعادة بنكلم على low frequencies. اللي بيكلم على ال frequencies اللي بشغل عليها بتبقى عالية. يعني مش محتاج clock source يبقى ال frequency بتاعته عالية. طبعا ميستون هو inexpensive يعني crystal اكيد هتبقى اغلى منه. ال accuracy بتاعته هتبقاش حلو قوي نتيجة ان الcapacitor نفسه بيبقى برضو لحد ما ممكن يبقى يعني ما هواش يعني ممكن يبقى فيه variations مثلا ممكن يعني تقصر لنا على frequency بتاعت ال clock. ممكن نحط resistor نفس الكلام برضو. يعني ممكن تبقى واحدة من options يعني نحطها. او ممكن بقى لو احنا عايزين نحط clock تبقى common لعدد من microcontroller. crystal ما تنفعش. crystal بتبقى unique لوحدة بس يعني بحط كل microcontroller single crystal. ما نفعش حط crystal واحدة تبقى تبقى وصلالي بكزا microcontroller. لو انا عايز اشغل microcontroller مع بعض تبقى synchronized. يبقى معنا كده لازم احط حاجة clock source من بره يعني clock source يبقى driven بcmos circuit بحيس انها تبقى تقدر تعمل driving لcurrent عالي بحيس انها تقدر تدرايف clocks بتاعت كزا microcontroller واستعملها عشان تدرايف كل microcontroller. بنتكلم عليها دي دي حالة خاصة جدا لما كنا عندنا application فيه فيه احتياج يعني بفيه معك كنترول شغالين مع بعض يعني synchronization بس دي عادة حاجة ما هياش very common يعني دي حاجة بتبقى application مخصوص مش حاجة بتبقى very common. الحقيقة في كل دول الحقيقة الحاجة اللي very commonly use عادة هي crystal oscillator. فعادة ان انا بستعمل يام الانترنة oscillator في applications اللي فيها الدنيا. عايزين حاجة تبقى رخيصة وصغيرة ومش فارق معاها قوي الوقت او ال accuracy في الوقت. ال crystal oscillator مستعملها في ال application زي احنا محتاجين فيها clock عالية او محتاجين فيها ان احنا accuracy بتاعت التايميج بتاعتنا تبقى عالي. على سبيل المثال بقى في external oscillator هنلاقي ان احنا عندنا في tool stick mac university doctor board بيبقى فيها ال crystal اللي هي installed عليها. ال accuracy بقى 0.1% or better. بنكلم على frequency نفسها بتاعتها بنكلم 22.1184 ميجا هيرتز. يعيشين فيها عندنا اربعة ارقام عشرية عشان نعرف clock. الميزة بتاعت الارقام دي يعني ممكن الناس تستغرب ان احنا عندنا في crystal oscillator بيبقى فيه يعني ارقام شكلها غريب يعني شكل منطق ان يبقى فيه 22 بالزبط 22 ميجا بالزبط. انما كون يبقى فيه ارقام تانية كده شكلها مش معتاد. الحقيقة احنا clock دي بتبقى معمولة على عشان في الاخر بنستعملها عشان ندرايف البود ريتز اللي بتيجي عندنا في اليو ارت في السير الكمنيكيشن. يعني انا بنسمع عن البود ريت مسلا ممكن يبقى 9600 ممكن يبقى 19200 ممكن يبقى ارقام بالشك ده كده. الحقيقة الارقام دي لو احنا جينا شفنا ال clocks دي هنلاقي ان احنا نقدر نقسم ال clocks دي على انتجر نمبر ونوصل بيها للبود ريتز اللي احنا احتاجنا في اليو ارت. فدي طبعا بتدينا ميزة ان احنا لو احنا عايزين نقسم ال clock اللي ايه crystal frequency دي. crystal oscillator frequency دي. على constant factor او نعمل divide by oscillator يعني. بحيس ان احنا في الاخر نوصل اليو ارت يعني تايميك دي بقى مزبوط. برده نعمل كده الحقيقة في ال external crystal. فدي واحدة من المزايا برضو اللي احنا عشان هبنستعمل external crystal. لو احنا عندنا internal oscillator. عادة التايميك بتاع السير الكمنيكيشن ما ندرش نزبوطه نتيجة للطولرانس عالي اللي هو plus minus 20% اللي موجود في ال internal oscillator. زي ما شفنا في ال internal oscillator كان في عندنا control register. عندنا برضو في ال external oscillator control register اللي هو كان موجود تحت في ال block diagram اللي احنا شفناه في اول المحاضرة دي. بيبقى في مجموعة من ال bits تقولنا ان احنا اختيارنا لل external oscillator هو عبارة عن ايه. يعني هنا بيبقى اختيارنا اما off يعني ممكن يبقى مفيش external oscillator خالص يعني فباسيكلي بيبقى عندنا crystal one pin بتبقى grounded internally. عشان ما تجيب لناش نويز من خارج المايك كنترولر. يقام ما تكون zero عشرة. باسيكلي اللي هي zero zero اكس معناها ان zero zero واحد او zero zero مش فارقة. يعني ثلاثة صفار. يعني اما حاجة اول اتنين بصفار. فمعناها دي ان external oscillator هو ما هو الشغال. zero واحد zero معناها ان عندنا external cmos clock. لو zero واحد واحد معنا كده عندنا external cmos clock divided by two. فاكرين احنا كان فيه عندنا بلوك كده كان بيعمل processing او بيعمل selection لل external clock وبعد كده في بعديها بلوك تاني كده ممكن هو يعمل لنا divide by two دوت. فاحنا ممكن هنا ايما نختار cmos clock او cmos clock divided by two. يعني حسب القيمة اللي داخله من بره بنقسمها على اتنين وتبقى ايها دي six clock بتاعي. ممكن لو حطناها واحد zero x يعني واحد zero zero او واحد zero واحد. ممكن تبقى ايما rc ايما c oscillator mode divided by two. واحد واحد زيرو هي دي بقى اللي بتتمنا اللي هي crystal oscillator mode. او واحد 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 اللي هي crystal oscillator mode divided by two. الاتنين دول هما اللي عادتها هنستعملهم نتيجة ان احنا عندنا في الكورس ده اللي هي معتابدين على ال university يعني بورد اللي هي جائرة من السيليكون لابس. هي او ريدي انستول فيها ال clock اللي هي او الكريستل اللي فيها twenty one point one one four eight دي. دي اللي احنا هنستعملها ودي اللي هنكونفجر المايكرو كنترول اللي هو يشتغل معها. بنتكلم بقى على بعيد البنز اللي موجود عندنا في الرجسر ده. اخر two pins هنا اللي هو زيرو غاية two اللي هي pin number zero واحد واثنين. دي بتقول لنا external oscillator frequency control bit. دي بنحددها من من ال data sheet بتاعت المايكرو كنترولر. وبنحددها من ال data sheet دي حسب ال frequency بتاعت ال oscillator بتاعنا كام. دي هنشوفها في السلايد اللي جاية. النمرة سابعة دي بقى دي شبه ال ready flag اللي كان موجود في internal oscillator. دي بتقول لنا اذا كان crystal oscillator is valid ولا مش valid. لو احنا قريناها ده بتقري مش بالكتب. لو احنا قريناها لقناها zero. معنى كده ان crystal oscillator is unused or not yet stable. يعني احنا دلوقت اللي بنيجي تشغل اي oscillator في الدنيا بياخد وقت عبان ما يوصل للستابيليتي. في الوقت اللي هو لسه ما وصلش فيه الاستابيليتي ما اقدرش ان انا اشتغل به كاكلاك. فعادة انا بستعمل الفلاك دوت علشان لو انا مثلا ابتديت كانترنال oscillator باثنين ميجا. وعملت بروغرامنج ان انا هشتغل مثلا بcrystal oscillator هنا. بتشيك على الفلاك دوت عشان اتاكد ده انا وصلت الستابيليتي. اوكي. علشان ابتدي بعد كده احول ابتدي انقل بقى ال clock source بتاعي اللي كان موجودة عندنا في بيت عندنا موجودة في ال internal oscillator control register. كان بتنقل لنا السورس بتاع clock بتاعتنا من internal external. فده بنتشيك عليه زي ما نشوف بعد شوية في ال clock diagram لطيف كده بالنسبة ال initialization بتاع external clock. وهنلاقي ان احنا بنعمل لوبينج عليه لغاية لما يوصل يبقى واحد. لما يوصل يبقى واحد معناها ال crystal oscillator is running and stable. التالي تابيسي الاولين انا كنت بقوله عليهم لهم زير واحد واثنين. دول بيجوا من التابل دوت. والتابل دوت بنختار فيه حسب ال frequency بتاعتنا بتساوي كام? لو كنا بنتكلم على crystal او بنتكلم على RC او بنتكلم على C. فبنتكلم على crystal طبعا هو دي اللي تهمينا اكتر شوية. لو احنا frequency بقيتنا اللي هي موجودة في circuit 22.1184. يبقى معنا كده لازم احط التالتة بيتس دول بواحد واحد واحد. لو فرضا انا كنت الوقتي قلت ان انا بدلا ما كان عندي crystal frequency بتساوي الكلام ده. كان crystal frequency بتساوي واحد ميجا. واحد ميجا اللي لاقيها فين? نبسط كده نشوف اني range اللي فيه واحد ميجا. لا هكذا. فالكلام ده طبعا حسب ال application بتاعنا احنا محتاجين clock frequency بكام? فبنبص احنا على الرقم اللي مقابل لهم اللي هون بقى ال configuration المضبوطة اللي احنا بنحتاج نستعملها نجيبها من هنا. وبعد كده بن program بيها بقى external oscillator clock control register اللي هو OSC XCM بتاعنا ده. دي float chart بتاعت ازاي ان احنا نعمل starting لل external clock. احنا في الاول خاص زي ما قلنا بنبتدي يعني by default ان احنا عندنا internal oscillator frequency 2 ميجا. ففي الاول خاص احنا بنconfigure external oscillator control register بتاعنا. زي ما احنا قلنا بنحدد نوع ال oscillator. external oscillator بتاعنا نوع A. ونحدد الرقم اللي هو بتاع ال configuration نفسه بتاع control frequency control bits اللي احنا كنا بتكلم عليها اللي في قاتل. يبقى احنا كده عملنا ال configuration ليه ال register ده بيساوي كم? فباسيك احط الفاليو دي موجود احطها هنا في ال SFR دوت. وبعد كده استنى يعني اعمل delay مسلا في ال one millisecond. واتشك بعد كده crystal valid ولا لا اللي هي ال bit number seven هنا اللي كانت موجودة في الايه? في ال external oscillator control register. فلو طلع انها بتساوي واحد خطأ انا بكمل بعد كده برناميك بتاعه. لو لسه ما بتسويش واحد معنا كده ال crystal oscillator بتاعنا لسه مش ready. طبع ان هو ببتدي ببقى ready او ببتدي بيشتغل من اول لما انا بconfigure external oscillator بتاعنا دوت. فلو كان لسه مش ready برجع تاني loop. استنى شوية افضل افضل هنا اعمل مسلا while loop كده لغاية لما external clock valid flag تبقى بتساوي واحد. لما تبقى خلاص بتساوي واحد يبقى هي خلاص ready. يبقى بسويتش بقى from internal oscillator to external oscillator. اللي هي البيت اللي اسمها clock select اللي موجود عندنا في internal oscillator control register. ساعتها خلاص هو ببتدي من اللحزة دي بقى بيشغال في external oscillator mode. قبل كده قبل كده لغاية النقطة دي لغاية المكان اللي هنا دوت هو لسه شغال بال internal clock at 2 megahertz. فدي حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا برضو ان احنا لما نيجي نشتغل لازم نعمل ال procedure دي في وقت ما يكونش لسه ال clock بتاعتنا اشتغلت. فيحصل لنا في delay او يحصل لنا في يعني uncertain time كده يبقى ما نبقاش عارفين ايه اللي بيحصل وما نبقاش عارفين timing شغال بany frequency. ودي الحقيقة بتبقى مشكلة. دايما في المايكرو كنترولر بنحاول ان احنا نبقى في كل وقت عارفين ايه اللي بيحصل بالزبط. علشان ما يحصل لناش errors. علشان ما يحصل لناش situations يبقى مش عارفين ايه اللي كان ال source of clock ده ده valid ولا مش valid. علشان نقدر بعد كده نتعامل مع ال output اللي بيطلع لنا ونقدر احنا لو في عندنا مشكلة نقدر نعملها debugging. ده مثال بقى c code مرة اللي فاتت المحاضرة اللي فاتت. كلمنا على c programming بتاع المايكرو كنترولرز. ده c code بقى المثال c code اللي بيعمل لنا initialization بتاع external clock. فهنا زي ما احنا بنقول اول خطوة خالص احنا بنانشاليز ال external clock control register. فباسيك حاطينا فيه 0x67 اللي هو فيه 01100111B. بنتكلم على ان احنا عندنا external oscillator frequency control bits بتبقى بواحد بتبقى set. وعندنا احنا محتاجين ان احنا عندنا crystal frequency بيبقى عندنا اول تلاتة bits دول بيبقى واحد واحد واحد. اللي هو 012 زي ما احنا قلنا. ومختارين احنا crystal oscillator mode. اوكي? فعشان كده حاطينا واحد واحد زير. لو كنا عايزينا crystal oscillator mode divided by two كنا نحطها واحد واحد واحد. فمعنا كده ال واحد واحد زيرو دي. دي اختارناه علشان هعندنا crystal oscillator mode. فباسيك احنا كده عملنا configuration ل external oscillator control register. بنعمل بعد كده بقى يعني لو احنا عايزين نعمل divide by two زي ما بقول هنحطها 0x777 معناها ان احنا بنتكلم على دي هتبقى واحد. يبقى معنا كده دي هتبقى seven. فدي هيبقى عندنا بدل ما دي كانت واحد واحد زيرو تبقى واحد واحد واحد. في كل الاحواة احنا بنبصها على ال register بتاعنا. نحط كل واحدة من الفيلز الموجودة فيه بالاختيار اللي احنا عايزينه ونجمع ال bits جنب بعض ونشوف هتطلع بتسوي كم. ونحطها بعد كده كanitialized value هنا في الايه في البناء الجودعان. once عملنا initialization. بنعمل loop زي ما قولنا. اللوب دي مجرد بس منلف في empty loop. دي بتعمل لنا دي شوية ال delay. اوكي. بعد ما عملنا ال delay ديت. بنعمل check بقى بعد كده على ال oscillator ده. هل ال bit number seven بتاعته بتسوي واحد او لا. لو احنا فاكين مرة لفات جزء بتاع الماسكين. الجزء بتاع الماسكين اللي بنعمل bit wise operation. وبنحط هنا one bit. تبقى بواحد والbit تاني كلها بزيرو. يعني هنا عندنا ال bit number seven هي اللي بواحد وبيت الbit تاني بزيرو. يعني دي وبالعن واحد زيرو 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 اوكي. اللي هي يعني تمانين. لما بعمل ending مع القيمة بتاعت ال external clock control register اللي هو ده. ده بالوقتي بيشوف لي النتيجة بتاعت دي هتبقى بواحد او تبقى true لما يكون ال bit number seven هنا بتسوي واحد. وهتبقى false لما ال bit number seven هتبقى بتسوي زيرو. لان هنا النتيجة هتطلع يا اما تمانين يا اما تطلع زيرو. فتمانين زي ما احنا قلنا قبل كده اي رقم non zero يبقى معنى كده ده true. اي رقم زيرو يبقى معنى كده ده false. فمعنى كده ما بعمل ال ending دوت معناها انها دلوقتي بشوف ال bit number seven هنا بتسوي كهن. حسب القيمة بتاعت ال bit دي. اه بعمل white not الكلام ده. يعني لو هي هنا not معناها ان هي هنا false. false مع not يبقى true. يبقى معنا كده افضل اللف في ال white. لما هنا تبقى true. يبقى معنى كده not true. يبقى معنى كده يعني يبقى هنا false. يبقى معنى كده while false. يبقى معنى كده نقف نخرج من اللوب دي. يعني معنى كده نفضل في اللوب دي في ال while loop دي لغاية لما ال bit number seven اللي موجودة عندنا في ال register ده تبقى بتسوي واحد. once any دي بقت كده ابتدي بقى initialize oscillator بتاعنا اللي هو internal oscillator control register بتاعنا. اخلي اللي هي bit select بتاعتي اللي هي clock select بتاعتي اللي هي bit number three اخليها بتسوي واحد. وبعد كده بقى ال internal oscillator بتاعي علشان مالوش لازمة عشان ما اخليش ال internal oscillator شغال وهي ممكن يستهلك power. وما يبقاش ان انا هستعمله. وبعد كده ممكن ان انا لو حبيب بقى اخلي missing clock detector enabled او disabled زي ما انا عاوز. بقى ممكن اخلي bit number seven دي ايما بواحد ايما يبقى بزيره. في كل الاحوال اهم حاجة هنا اللي بعملها في الخطوة دي ان انا لازم اخلي external clock هي source بتاع السيستم بتاعي. هي bit number three بتاعتي تبقى بتسوي واحد. بقيت الحاجات التانية عملتها وما عملتهاش بيبقى still برضو السيستم بتاعي شغال مزبوط. فonce ان انا عملت clock select بتسوي واحد يبقى هو خلاص نقل لل external clock بتاعته تبقى هي source بتاع ال clock بتاعته. بعد كده بقى لما اجي احسب timing ولا حاجة احسب timing اللي مقابل لل frequency بتاعت external clock مش بتاعت internal clock. احد الحاجات اللطيفة اللي موجودة عندنا في الماك كنترولر حاجة اسمها watchdog timer. basically watchdog timer هو عبارة عن timer عبارة عن حاجة زي عداد كده او حاجة يعني اكيدنا حاجة زي stopwatch كده. والفايدة بتاعتها الحقيقة ان هي لما بيحصل لها overflow بت reset الماك كنترولر. بمعنى ايه? لو انا مثلا بقول انها دلوقتي زبط منبئ على وقت معين. اوكي? هتخيل ان المنبئ بتاعي هو watchdog timer. اوكي? ولما المنبئ يضرب معناها الماك كنترولر هيحصل ال reset. اوكي? الكلام ده بيحصل ليه? او بنستعمله ليه? بنستعمله علشان في بعض الاحيان لو احنا الماك كنترولر بتاعنا اتعرض لبعض ال conditions اللي جايه له من برس ايه مثلا ال power بتاعته ال power resource بتاعه قل قوي. بحيس ان هو ما بقاش ال logic level بتاعها بتاعه بقى مزبوط. ممكن يبقى فيه بعض التخريف يحصل في ال operation بتاعه. ممكن ان هو يبتدي حاجة زي انه بيهنك كده او ان هو يبتدي ينفذ في حتة ما هياش مزبوطة. يعني هو ال program counter بتاعه يتنقل مسلا يبقى في مكان غلط. فبتدي ينفذ في حاجات ما تبقاش صح. ففي الاخر يبقى شكله شغال. بس هو فعاليا مش شغال. مش بيعمل بتاعه. فالwatchdog timer فايدته ايه? فايدته ان انا يعني بخلي في حاجة معينة كده موجودة ده. موجودة حاجة زي يعني يعني بتشك على ان انا لو ما خدتش بالي ان انا عمل له reset قبل ما يخلص. هيعمل لي هو reset. بمعنى ايه تاني? انا دلوقتي بقول مثلا ان انا يعني بخلي مثلا فرضا في واحد بديله assignment كده. ان انا دلوقتي لو فرضا انا مثلا يعني ما جيتش قلتلك مثلا الحاجة الفلانية في الوقت الفلاني. انت يعني اعمل الحاجة الفلانية. اوكي? يعني بمعنى تاني ان انا بتكلم على ان دلوقتي ال watchdog timer دوت احنا بنزبط البرنامج بتاعنا ان هو ما يسمحلوش ان هو يحصل له overflow. لو برنامج بتاعي سمح له ان هو يعمل overflow. يبقى معنى كده برنامج بتاعي ما كانت شغال اصلا. اوكي? فباسيكلي هو الفايدة بتاعته ان هو بيدتكت ان البرنامج بتاعي ده شغال بالسيكونس المزبوط. اللي ما يسمحلوش ان هو يحصل له overflow ولا لا. لو هو مش شغال بالسيكونس المزبوط هو هيريسات المايكرو كنترولر فبالتالي مايكرو كنترولر ما بيحصل له ريسات زي الكمبيوتر كده ما بيحصل له ريسات بيبتدي تانية يبتدي على يعني على clean start كده بيبتدي يبتدي كل حاجة بنقوله جديد. ولو في اي حاجة ما كانتش شغالة مزبوطة بتبتدي الشغال مزبوط. فدي طبعا مهمة جدا في بعض اللي فيها المايكرو كنترولر ممكن يبقى محطوط مثلا في الريموت او في حتة صعب ان احنا نعمل عليه تشيك فيها يعني يبقى هو شغال مثلا ما بحدش باصس على الوباريشن بتاعه فهو بالواتش دوك تايمر ده يقدر انه هو يتشيك على الوباريشن بتاع البرنامج بتاعه ولو حصل ان البرنامج ده ما كانش بيشتغل بشكل مزبوط هو يعمل له ريسات. في الحية افتر ريسات الواتش دوك تايمر بيبقى ماجم الوقت ده ماكسيمن تايمر اللي هو يعمل له ريسات البرنامج بشكل مزبوط لو فرضا ان البرنامج بتاعي فضل الوقت ده وهو نص ثانية تقريبا ما عملش ريسات للواتش دوك تايمر زي ما مفروض يعمل يبقى معناه كده البرنامج ده اكيد في عنده مشكل فبالتالي بياخد اكشن على طول انه هو ريسات ماك كنتروله عشان يبتدي البرنامج من قبله جديد فهيبتدي يشتغل مظبوط فطبعا هو الواتشلوك تايمر نفسه عبارة عن 21 بيت تايمر طبعا لو احنا درسنا ديشتال لوجيك تايمر ده عبارة عن اكنه رجيسر كيبه كده بيينكريمانت ويعني كل كلاك بيينكريمانت بواحد وباسيكلي يعني ريسات بتاو بيبقى جنراته when the period between specific writes so it's control register exceeds the program limit program limit احنا نتكلم عليه هنا دوت فبنتكلم ان احنا دلوقتي لو احنا عمله ريسات هو يبتدي من الصفر لو انا استنيت لغاية بعد الوقت ده كده لو انا بشتغل على 2 ميجا لو طبعا مش شغل 4 ميجا يبقى نص الوقت ده او بشتغل على 8 يبقى على 8 الوقت ده فبنتشتغل على يعني على 4 الوقت ده فبنتكلم على كل واحدة حسب الوقت طبعا يعني فلو بكلم على 2 ميجا يبقى الوقت دوت لو عدى وما تعملوش ريسات هو هيعمل ريسات لمايك كنترولر فباسيكلي الوقت ده مش لازم نستعمله ده ممكن يبقى enabled or disabled by software وممكن يبقى locked عشان يبقى اكسدنتل disabling يعني معنى ان احنا برضو لو احنا بنعمل الوقت ده عشان يحمي المايك كنترولر او يحمي البرنامج ان هو يشتغل بطريقة سليمة انا ممكن اعمله initialization واعمله locking كمان بحيث ان انا مقدرش ان انا لو حتى البرنامج بتاعي في وسط الشغل بتاعه وهو بقى في التخريف اللي بيعملها لو حصل ان هو بيعمل wrong operation حاول يكتف الwatchdog timer بحيث يعمله disabling مايعرفش فدي طبعا ممكن تبقى حاجة additional protection يعني للwatchdog timer بس الحقيقى انا بنصح الناس الحقيقى ان هو يعني ما حدش يستعمل watchdog timer اللي ازا كان فاهم كويس قوي البرنامج بتاعه بيشتغل ازاي لان الwatchdog timer لو عملنا ريسات كتير ده بيعطر لنا البرنامج بتاعنا انا كل شوية نروح نعمل instruction كده ملوش لازمة مهواش داخل في الكود بتاعي او مهواش داخل في الفنكشن انا عايز اعملها لمجرد انا اعمل ريسات للwatchdog timer لو خليت الوقت طويل لو انا عملت الريسات دي بقليلة يبقى معنى كده في عندي chance لو البرنامج بتاعي طول شوية في جزء من الاجزاء بتاعته ان يحصل ريساته ودي طبعا متبقى مشكلة اني بقى في عندي حاجة كل شوية تعملها يحصل لها automatic reset كده اكيد دي حاجة ما هيش ديزائرابل في اي electronic system في الدنيا فالحقيقة بنتكلم على الwatchdog timer ده الحقيقة محتاج فن في الoperation بتاعه انا بنصح التالبة لو هم لسه صغيرين شوية ماخدوش خبرة قبل ما يعني لو اشتغلوا فترة طويلة اوكي ممكن يشتغل الwatchdog timer بس لو اتكلم مثلا انا عايز اعمل مشروع تخرج ولا حاجة يستحسن انا discaple watchdog timer علشان ما يخليهوش يعمل لي ما بقىش source of problems بالاضافة للoperation التاني بقى والمشاكل التانية اللي بتقابلني في الديزاين بتاع البروجيك بتاعي علشان نبتدي بقى نتكلم على how to program الwatchdog timer بيبقى في عندنا حاجة اسمها watchdog timer control register WTDTCN ده واحد من الSFR ده بيحدد لنا بالضبط ايه اللي بيحصل الoperation بتاعه بيحصل ازاي فباسيكلي بقى في عندنا حاجة اسمها watchdog timeout interval bits باسيكلي البيتس دي بتساتل watchdog timer interval لما بنكتب للبيتس دي لازم نبرا 7 هنا تبقى بتساوي 0 watchdog timer status bits لما بنقراها بتدينا اذا كان الwatchdog timer ده مش شغال ولا شغال هي بت نبرا 4 الWDT control دي بتقول لنا باسيكلي لو كتبنا A5 بتنابل و بتريلود الwatchdog timer لو كتبت DE followed by within system clock cycle by AD انا بديسابل الwatchdog timer يعني طريقت الdisabling بتاعتي بتاع الwatchdog timer معقدة شوي يعني الانابلين بتاعي بكتب في دول بكتب في البيتس دي بكتب حاجة سهلة كده اوكي انما لو انا كتبت يعني لو عايز اعمله disabling لازم اكتب حاجة وبعد كده بعد ايها بقى within 4 clock cycles لازم اكتب حاجة تاني اوكي يعني بتبقى two steps يعني كده 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 زي ما في بعض اللوج انز كده بقى فيه two step verification نفس الكلام لازم اعمل حاجة وبعد كده اعمل حاجة تاني عشان يبقى اللي اتنين مع بعض يبقى معناهم ان انا بقى disable الحقيقة دي بتبقى فيها ميزة ان انا لو حاولت اعمل او basic لو البرنامج بتاعي بيخرف برضو زي ما كنت بقى اقول وكتب مثلا اللي هي دي ايه دي باي مستيك اوكي كتب اينا باي مستيك هو مش يديس ايبل مباشرة لو ما كتبش دي بقى ديها مباشرة يبقى مش هيحصل حاجة اوكي فباسيك لو حصل ان هو كتب دي باي شانس كده راندم لي طبعا صعب جدا range يكتب دي وبعد كده ب figures تبقى خلق بتبقى هنا متناعين يعنى لان فمعنى كده انا بقى للخ 확ionات بتاعت ان انا اعمل اه dit zabling للواتش اوكي في حين انا عايزه اوكي انما لو انا عايز اعمل a did� a iヤي يبقى هيا نيتشاء tsawatж dических الى انشائز تاهم بالشكل ده ممكن ان انا اكتب اف اف بعد كده عشان انا اوقي ال disable feature. يعني بقى وانس ان انا كتبت ال اف اف دي هو مش ممكن يعمل disabling للwatchdok timer لغاية لما انا عمله ال reset. يعني يفضل طول ما هو شغال طول ما ال power بتاعته موجودة لا يمكن انا عمله disabling. لو انا عملت ال reset يعني نزلت ال power down وبعد كده تلاتة up تاني. يبقى ممكن ساعت اعمل يعني في اول برنامج بتاعي اعمل بقى enabling or disabling زي ما انا عاوز. بس وذين نفس ال نفس المرة وذين نفس ال power ما نزلتش قبل كده. ما زلتش خالص لزيرو. بيبقى يعني ما يقدرش ان هو disabling feature دي خالص. عشان نحسي بقى ال interval بتاعت ال watchdog timer بالزبط. حسب ال bits اللي هي بتاعت ال control احنا قلنا عليها bits 0 ال 2. هي بيبقى لها الحزبة دي كده بالزبط. هي عبارة عن in seconds بتساوي الكلام ده. اربعة او ثلاثة بلاس. ال two bits دول. اللي هما كانوا موجودين عندي الرقم اللي موجود عندها من two bits دول. times اللي T system clock. اللي ال period بتاعت system clock بتاعتها. فباسيكلي بنتكلم على that time اللي احنا بنحسبه. فبنتكلم على ان ال range بتاعنا بتاع ال interval بتاعت ال watchdog timer بيت range من .032 لغاية 524 ms لما يكون عندنا two megahertz clock. طبعا ممكن هي نحسبها. نحط مرة هنا zero مرة نحط واحد 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 اللي هي تعتبر سبعة ونشوف الفرق بينهم ما عامل ازاي. when the watchdog timer interval bits are written to watchdog timer control register. ال bit number seven must be held at logic zero. يعني basically ما ينفعش ان انا يعني ال value بتاعت ال bit number seven دي تبقى حاجة تانية غير الزيرو. لو هي كانت اي حاجة تانية غير الزيرو يبقى فيه مشكلة. اوكي? يعني بمعنى ان انا لازم اخليها zero في الاول. بعد ما اكتب ال value دي ممكن بقى انا انا احط بقى ال A5 بتاعتي عشان انا انا بل. انما في الاول الخاص ما ينفعش اكون كتبت ال A5 في الجزء الاولاني دوت وبعد كده اكتب يعني احاوي بعد كده احط بقى ال value بتاعت ال control بتاع ال period نفسها بتسوي كم. basically ممكن نقرى ال programed interval نفسها بان احنا نقرى ال bits دي تاني. ممكن لو احنا قرينا ال bits دي. نقدر نعرف بالزبط الايه? نقدر نعرف بالزبط ال value اللي هي اللي بتتحطت هنا بتسوي كم. وقدر احسب تاني ال period بتاعتي لو انا عايز احسبها. طبعا ال initial after reset يعني اللي هي ال reset value بتاعتها. ان التلاتة bits دول بيساوي واحد واحد وادي هي الماكسيمم. فمعنى كده ان هو بيبتدي بال period اللي هي 524 ms. افتكر تاني انا في الاول خالص. ال watchdog timer بيبتدي ان هو enabled. يعني لو انا مش محتاج استعمله يستحسن ان انا اعمله disabling. لازم اعمله disabling actually. لو انا عايزه اشغال اوكي لو عايزه اشغال بنفس ال period خلاص نخليه شغال بنفس ال period. انما لو انا مش عايزه يبقى لازم اعمله باديه disabling. وهنشوف دلوقتي ازاي نعمله disabling. ده بنامج صغير initialization لل H51 بتاعنا. عشان عايزين ن disabling فيه watchdog timer. زي ما احنا قلنا لما بنيجي نعمل disabling لازم ما بفيه خطوتين. زي ما احنا قلنا برضو الاستعمال بتاع C language حقيقة very convenient في ال application بتاعة mic controller. احنا ما علينا نعمله ان احنا بنحط بس اسم ال register اللي احنا بنتكلم عليه. اللي هو WDTCN اللي هو controller register بتاع watchdog timer. ونقول لهو يسوي DE. وبعد كان نقول ان هو بيسوي AD. فاكرين احنا كنا بقول لازم اكتب دي الاول بعد كده within 4 clock cycles. طبعا هما هنا الاتنين واربعض فاكيد هما within 4 clock cycles دول. لما اعمل اتنين دول واربعض كده يبقى هو خلاص disabled. يبقى خلاص ننساها بعد كده في بقية البرنامج. فتا طبعا واحدة من الحاجات اللي هي المعاتيات بقى بتاعنا في ال project اللي بنشغل فيها في ال undergraduate. على طول بنعملها ك initialization اساسي في كل البرامج بتاعتنا. فالخطوتين دول او السطرين دول لازم يكتبهم في كل البرامج اللي احنا بنعملها في المايك كنترولر. نتكلم بقى دلوقتي على general purpose input output. نتكلم على ال port pins نفسها نقدر نعملها بروغرامنج ازاي. فباسيك هممكن نشغلها كoutput ممكن نشغلها كinput. فهنتكلم دلوقتي على output modes بتاعتنا. عندين output modes بتاعتنا. اللي موجود على ports 0 through 3. can be configured as open drain or push pull. open drain و push pull معناها اول واحدة ال open drain دي اللي هي default state بتاعتنا لما هو بيبتدي بيبتدي بيها. معناها اننا لما بكتب zero لل pin دي هو بيطلق لزير. يعني هو ال pin نفسها تبقى driven to ground. لما بكتب واحد اكشولي لا ده بي assume high impedance. يعني open drain معناها ان هو اكينه بيبقى open circuit بالظبط. فباسيك لي لو انا عايز اخلي ال output بتاعي ده اللي هو ال high impedance ده. عايزه يساوي 5V او يساوي مثلا logic 1. يبقى معنا كده بحط له pull up resistor من بره. يخليلي open circuit دي تبقى في الاخر تبقى 5V. طبعا دي فيها ميزة الحقيقة ان هي يعني اول حاجة ان هي ما بتخليش ال logic level بتاعي اللي هو طالة دوت. لو انا بطلق مثلا واحد او بطلق 5V من ال output بتاعي. لو انا جاي باسحب منه current او بحاول انا ادرايف حاجة باستعمال ال logic level اللي طالع دوت. انا باسحب current من المايك كنترولر نفسه. فدي الحقيقة ممكن تبقى لو انا عندي عدد البنز الكبير اوي اللي موجود عندنا. احنا فاكرين ان عندنا تمانية ports في تمانية pins. بنتكلم على 64 pin. فلو كل واحد سحبنا منه مثلا 10-15 ميلي امبير. هنلاقي التوتال بتاع ده كله رقم كبير جدا. ونفتكر كويس اوي ان احنا current اللي بيطلع من ال pinز دوت. ده ماشي جوه التشيب نفسه. فما يستحسنش مثلا بقى ماشي 2-3 امبير جوه التشيب. ما ينفعش. يعني لازم يبقى عندي برضو. يعني طريقة ان انا current اللي عايز اسحبه دوت اسحبه من خارج التشيب. فكون انا احط ال output بتاعي من التشيب نفسه بهاي امبيدنس. وحط له من بره pull up رزيستور. بيسمح لي ان انا اسحب ال current اللي عايز دوت من خلال pull up رزيستور بتاعي دوت. ال push pull بقى هو الوضع الطبيعي اللي احنا متعودين عليه في ال logic عموما. هنلاقي ان احنا لو حطينا zero. لو كتابنا في ال port ده zero بيطلع لنا ground. لو حطينا واحد بيطلع لنا ال port دوت بيبقى driven لل vdd. ممكن يبقى 3 و 3 من 10 و ممكن يبقى 5 حسب بقى ال chip نفسها شغاله بايه. ال chip بتاعي دي شغاله ب 3 و 3 من 10. يبقى غالبا ال vdd بتاعنا اللي بيطلع لنا بيبقى 3 و 3 من 10. ال 3 و 3 من 10 دي بتبقى compatible مع الخمسة فولت. زي ما احنا كنا قلنا في ال overview lecture. يعني ممكن احنا 3 و 3 من 10 تبقى مفهومة من التل. يعني مفهومة من ال chips التانية شغالة التل. ان دي تعتبر logic 1. فما فقاش مشكلة. ال ports اللي هما من 0 غاية 3 دول. فيهم ميزة عن ال ports التانية اللي هي من 4 لغاية 7. ان انا اقدر اخلي كل واحدة من ال port pins. each port pin ممكن تبقى configure independently. يعني ممكن اخلي مثلا ال port pin 0.1. اللي هي port 0 bit number 1. اخليها تبقى open drain. و 0.2 اخليها push pull. فدي فيها ميزة كبيرة الحقيقة ان احنا نقدر نعمل الكلام ده. ده مش موجود في 4 ports التانية اللي هما من 4 غاية سعبة. هنشوف ان الطريقة بتاعتهم. بنتكلم عن ان احنا بنconfigure 4 bits على بعض. يعني upper والlower 4 bits اللي هما موجودين عندنا في كل واحدة من ال ports دي. بيبقوا كلهم مع بعض لازم يكون نفس الحاجة. ال output mode نفسه بيتحدد عن طريق مجموعة من registers pn md out. فباسيكلي هي عبارة عن. يعني دي بتاخد مثلا 0 1 2 3. يعني 0 يبقى معنا كده p0 md out يبقى معنا كده port 0 mode out register. يعني بيحدد لنا output configuration عامل ازاي بتاعت port 0. لو p1 md out يبقى معنا كده port 1 configuration عامل ازاي. كل واحدة من ال register دي. كل واحدة من ال bits بتاعت ال register دي. لو كتبت فيها logic 1. بتconfigure output mode بتاع ال pin نفسها نها تبقى push pull. لو حطيتها 0. بتconfigure output mode بتاع ال pin دي نفسها نها تبقى open drain. يعني ال bit number 6 دي بتقابلها في ال port نفسه bit number 6. فدي بتconfigure دي. لو حطيت في d1 يبقى دي هتبقى push pull. لو حطيت في d0 تبقى دي محطوط يعني دي تشتغل بايه open drain. ال default بتاعها. default بتاعت ال operation بتاع ال pn md out دي. اللي هي ال reset value بتاعتهم كلهم. انهم كلهم صفار. بمعنى ان كلهم صفار. يعني كل ال input output pins بتاعتنا اللي موجودة على المايكرو كنترولر. default بتاعها ان هي output وان هي open drain. فمعنى كده بنتكلم على ان هي. يعني لو انا عايز اعمل كده نها configuration. انها تبقى push pull. يبقى لازم اغيرها. لازم اغير المود ريجستر دوت. المقابل للبورت اللي انا هشتغل عليه. عشان احولها تبقى push pull. لو انا عايز اopen drain خلاص ما بغيرهاش. ما بعملش حاجة. فهنا مثلا لو انا عايز اخلي port p1.6. عايزة تبقى push pull. يبقى معنى كده بقى or مع 40. 40 دي معناها ان عندي bit number 6. اوكي. تبقى بواحد وبقية ال bit الثانية تبقى ب zero. لما بعمل bit twice or. يبقى معنى كده ده بيبقى ord مع values اللي هنا. فمعنى كده bit number 6 بس هي لا تتغير. هي تبقى تتغير تبقى واحد. بقية ال bit الثانية تبقى ord مع zero. مش هحصل لها اي تغير. طبعا ما استحسنش ان انا اقول دي تسوي وخلاص. يعنى بعض الناس يقولوا ان احنا عايزين bit number 6 تساوي واحد. يبقى اقول دي بتساوي اربعين. اوكي zero x 40. لما بقول تساوي اربعين يبقى معنى كده. لو في عندي pins تانية موجودة عندي هنا. يعنى مش bit number 6 بقى. عندي مثلا number 5 number 4 number 3 number 2. كل الحاجات التانية دي. انا كده غيرتها. انا كده حطتها بقت zero. اوكي. فدايما بنحاول في البرنامج بتاعتنا. في الماكر كنترولر. نعمل البرنامج بتاعنا يبقى modular. يبقى basic. عنده قابلية ان هو يتحط في البرنامج ما يأثرش على حاجات تانية. يعنى لو انا خليت البرنامج بتاعي. بيستعمل حاجات. ممكن تتعارض مع اجزاء تانية في البرنامج تبقى مشكلة. يعنى لو انا كنت بحتاج ان انا استعمل في البرنامج بتاعي. كل اللي بحتاج استعمله. مفروض ان انا اغير بس الحاجات اللي علاقة ب. لو غيرت في اي حاجة تانية. يبقى ممكن تتعارض مع حاجة حد تاني عملها في جزء تاني في البرنامج. لو انا بتكلم بقى على project كبير. وناس كتير بتشغل مع بعض. وكل واحد بيكتب جزء وهكذا. فلما بعمل انا حاجة. بالشكل ده كده بعمل masking. علشان ابص على البيت اللي انا عايزها بس. انا كده بعمل حاجة ممتازة جدا. تسمح لي ان البرنامج بتاعي ده. يتحط في وسط البرنامج كبير. وما يحصلش اي تعارض بين البرنامج بتاعي والبرنامج الكبير. لو انا حاجز اكونفجر بقى البورت بين بتاعتي كdigital input. الحقيقة الكل اللي محتاج اعمله. ان انا بخلي المود بتاعي open drain. وبكتب logic level 1 في associated port data register. يعني بخليه هو فعل open drain. طبعا عندي لما بخلي المود بتاعي open drain. ممكن ال output بتاعي على البين ممكن يبقى zero يعني open circuit. او يعني open drain. فباسيكلي بتكلم على ان انا. لو هي zero ما ينفعش ان انا احط input على pin هي already grounded. مهاش معنى. يبقى انا كده اكني بعمل short circuit على ال input بتاعي. لما بخليها بواحد بيبقى معنى كده خليتها open drain. فمعنى كده logic level اللي على ال pin نفسها. هيبقى عبارة عن logic level اللي جايلي من برا. لما بجعرى بقى البورت نفسه. لما بجعرى البورت نفسه. البورت register بتاعي. لما بكتبه بيكتب على البورت. انما لما بقرى بيقرى لي present value. او present digital value اللي موجود على البورت دلوقتي حالا. على ال pin نفسها دلوقتي حالا. فمعنى كده لو انا عامل open drain. وفي نفس الوقت اريت. ولقيتها zero. يبقى معنى كده ال input بتاعي من برا كان zero. لو اريت ولقيت واحد. ال input بتاعي اللي كان جايلي من برا يبقى واحد. فباسيكلي اللي بيحصل دلوقتي ان انا. ما بعملش اي حاجة مختلفة. غير ان انا بكونفجر المود ريجستر بتاعي ان هو يبقى شغال كopen drain. وبكتب logic 1 للايه. لل associated port اللي انا بحتاجة استعمال. لو انا بكونفجر p3.7 مثلا. ال input. بخلي بمكشور اول حاجة ان ال port ده وتلاقوها المود ريجستر بتاعي. في zero عند ال bit number seven. يعني هي هنا انا لو بسيت على ده هنلاقي ان هو zero عند ال bit number seven. اوكي. بعد كده في zero واحد 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 واحد. فال zero الاولانية ليه bit number seven. لو عملت ending لدي bit twice ending مع المود ريجستر بتاعي. يبقى معنى كده خليت ده make sure ان ده ال port ريجستر بتاعي number seven. اللي bit number seven فيه بتساوي zero. الخطوة التانية. بكتب بقى فيه ال port register اللي هو port three ده نفسه. بكتب فيه واحد عند نفس ال bit. فمعنى كده لو انا عملته o ring مع 80. 80 دي الواحد اللي فيها موجودة عند bit number seven. فمعنى كده ان انا دلوقتي خليت ال port three point seven ده دلوقتي open drain. يعني لو حطيت عليه اي input من بره. هيبقى ال input الجايلي من بره ده هو اللي هي control level بتاع ال bit دي. لما هقرى ال port بقى ساعتها هيقرالي الحاجة اللي موجودة على ال input. مش هيقرالي حاجة انا اللي كتبها. فطبعا دي يعني حاجة شكلها يعني بسيط الحقيقة ومنطقية ممكن تبقى سهلة جدا في الاستعمال. وتسمح لنا نفس ال bit هي هي ممكن نستعملها في ال input output لو احنا عاوزين. طبعا من الكلمة على حاجة تانية برضو مهمة ان ال default زي ما قلنا في كل ال ports بتاعتنا انها كلها تبقى open drain. وعادة بيبقى ال default بتاع البالز بتاعتنا يعني برضو بتبقى نفس الكلام بتبقى مفروض ان هي ممكن تبقى بوحايد. يعني معنى كده open drain في الاساس يعني. بس انا هنا في الجزء بتاع البرنامج دوت ده معمولة عشان يكونفجر يعني اعتبادا على ان البرنامج بتاعي مش عارف هو جاي منين. يعني ممكن ما يبقاش ال default value هي اللي موجودة عندي هنا. لو ال default value هي موجودة مش محتاج لنا نكتب دي بس وخلاص. يعني لو انا ببتدي البرنامج وعايز اكونفجر P3.7 نحن تبقى input. كل ما احتاجه عامله نكتب دي لان دي تبقى اصفار. يعني دي كلها بتبقى open drain من ال reset value بتاعتها. في الحقيقة مايك كنترولر بتاعنا زي ما احنا قولنا هو mix signal مايك كنترولر. من المزايا بتاعته الحقيقة احنا ممكن نكونفجر ال input بتاعتنا اللي هي ال port بتاعتنا. اوكي وخصوصا بورت 1. ان احنا نخلي ال port دوت ياخد input يبقى analog signals مش digital signals. فدي طبعا ال input دي بتخش في الاخر على ال A2D اللي موجود عندنا. وطبعا ده في الاخر بيطلع لنا في الاخر نقدر نطلع في الاخر ال digital value بتاعتها جوه ال A2D بعد شوية. هنتكلم عليها ان شاء الله في المحاضرات اللي جاية. فبسيكلي بيفي عندنا ال register بتاع input mode control. اللي هو port 1 input mode register. اللي هو P1MDIN. البورت دوت لو حطيت في اي واحدة من ال pins اللي موجودة فيها او ال bits اللي موجودة في D0. يبقى معنى كده ال pin دي configured as analog inputs. بنتكلمة لو حطيتها واحد يبقى معنى كده هي digital input المعاتلت بتاعنا. ال default value بتاعتها after reset هي FF. يبقى معنى كده كل ال port بيبقى ايه؟ بيبقى كله digital. لو انا حبيت اخليها analog بقى بغيرها بالشكل ده حط فيها zero. لما بعملها zero الحقيقة بخلي كل digital path بتاعي اللي كان موجود اللي هو بيطلعلي ال output ده ما يبقاش موجود. ما يبقاش شغال. ال drivers اللي هي بتاع ال digital values اللي بتطلع ما بتبقاش موجودة. وفي نفس الوقت لو احنا بنتكلم على الجزء بقى بتاع ال routing بقى اللي بيحصل جوه عن طريق حاجة بيسميها crossbar. هتكلم عليها حالا دلوقتي جزء بتاع crossbar. هو اوتوماتيك اللي بيخلي crossbar يعرف ان بقى ال bit دي هتبقى assigned ال a to d. فما يعملهاش assignment لحاجة تانية. ما ينفعش مثلا يستعمل ان هو يعمل لها assignment مثلا ك u art او ك serial communication او كحاجة من الحاجات ال input ال timer. الحاجات دي كلها. ما ينفعش ان انا اخليها كده. لا هو already be instructor crossbar. ان هو يسكيب البن دي ما يستعملهاش فيه preferred assignment. لانها كده خلاص assigned انها بقت ايه input ال analog digital converter. ففي كل الاحوال احنا عندنا port 1 بالزاد. نقدر نحنا نخلي ال input بتاعه لكل واحدة من ال pins بتاعه. ممكن نخليها اما analog اما digital. زي ما قلنا في الجزء بتاع ال open drain. بيبقى في عندنا لو احنا عايزين نسحب current. ممكن نسحبه من source مباشرة. من power supply مباشرة. مش من داخل المايك كنترولر عن طريق نحن نحط pull up resistor. بالاضافة لل pull up resistor اللي بتحطلنا من بارة اللي احنا بستعمله في ال open drain. لو احنا عايزين نستعمل بقى يعني pull ups عشان bi directional data communication. يعني ممكن نفس ال pin هي هي تبقى input output. في internal بقى بيبقى في weak pull ups موجودة. بحيث ان هي تسمح لنا ان احنا نقدر ان احنا نعمل يعني حاجة زي نحنا نرفع ال lever بتاعنا لل logic 1. بس ممكن يبقى ضعيف كفاية ان هو ممكن two sides بتاعنا ممكن ان كل واحد فيهم يقدر يدرايف ال wire اللي موجود ده high or low من غير ما يضطر يؤثر على السورس التاني. او يخلي في عندنا مثلا خمسة فولت قصادها zero فيحصل مثلا short circuit بشكل من اشكال. فباسيكلي كل واحدة با ديفولت كل واحدة من ال port pins has an internal weak pull up device. بتكلم على حوالي 100 كيلو اوم. عادة بتكلم على ال pull up processor بتبقى قلبي من كده بكتير ممكن تبقى واحد كيلو بكتير مسلا ولا حاجة. هنا بنتكلم على 100 كيلو اوم اكبر بكتير الحقيقة. دي معناها ان احنا لو سحبنا current قليل الحقيقة هيبقى logic level شكله موجود. لو سحبنا current كبير هنلاقي logic level بينزل بسرعة. فباسيكلي هممكن نشغل ال weak pull ups دي استعملها لو احنا بنستعمل bi-directional data. لو احنا بنستعمل بقى external pull up resistor مش محتاجين ال weak pull ups الموجودة دي. ممكن نعمل لها global disabling. من احنا نكتب logic 1 to weak pull up disabled bit. اللي هي w-e-a-k-p-u-d. اللي هي موجودة في ال register بتاع crossbar. فدي باسيكلي بتخلي كل ال pull up resistor او كل ال pull up device الموجودة اللي عندنا دي كلها تبقى مش موجودة. كلها دي استعمل. فباسيكلي ويك pull ups امموان بتبقى automatic activated في اي bin deriving a logic level zero. لان احنا في الحالة دي بتبقى حطيني 100 كيلو دي على بين ال power supply وبين الزيرو. فبتسحب current من غير اي لازمة خالص. فهي بتبقى automatic deactivated لما انا بطلع logic level zero. انما لو اعيز اعمل لها global deactivation بحيس ما تشغلش خالص. لحطها يعني بحط ال bit دي اللي موجودة في ال register ده ال sfr دوت بتساوي واحد. الجزء الاخير يتكلم عليه النهاردة الجزء بتاع crossbar. ده زي ما كنت قلت في المقدمة بتاعت الكورس دوت ان احنا نقدر نستعم crossbar دوت. علشان نخلي ال pins بتاعتنا بتاعت ال chip نفسها بتاعت مايك كنترولر. يبقى عاداتها قليلة لفلوات نفسه تبقى customized على ال preferences اللي احنا عايزينها. كنت قلت ابل اي كان احنا في بعض ال applications ممكن يبقى محتاجين لها. محتاجين لها مثلا كذا واحد من يو ارت. ممكن يبقى محتاجين اتنين يو ارت. في المايك كنترولر القديمة كنا نلاقي ان في و ارت واحد عادة. ولو احنا محتاجين يو ارت تاني بيحتاج تشيب اكبر بشتري تشيب اكبر شوي. في المايك كنترولر بتاعنا دوت. ممكن بنفس المايك كنترولر هو هو. ممكن ان انا لو حتى عدد ال pins بتاعتي بتاعت ال output بتاعت. لو انا ممكن جبت مثلا باكيج مثلا بتكلم على باكيج الصغيرة مثلا اللي هي. ممكن تبقى اربعين بن او ممكن بيقى اصغر باكيج 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 تمانية. لو انا حبيتها اصاين الباكيج اللي موجودة عندي. بحيس انها تبقى فيها عندي اتنين يو ارت. رغم انها تمانية pin. انها اني قادر اعمل كده فعلا. يعني الباكيج نفسها ما بتقصرش على البريفرالز الموجودة. لا ده بتقصر على عدد البريفرالز اللي قادر استعملها. فبالتالي بيبقى عندي فليكسبلتي. باستعمال الديشتر كروس بار اللي اتكلم عليه دلوقتي دوت. النظر بياخد البريفرالز اللي موجودة عندي. اللي هي موجودة دايما في كل السيريز كلها سواء الشيب نفسها صغيرة ولا كبيرة. ويشوف اني منها بقى اللي هيوصل بالاكسترنل بنز اللي موجودة على الشيب بتاعتي. فباسيكلي التغيير اللي بيحصل هنا او الفائدة بتاعت الدشتر كروس بار دوت. انه هو بيحدد لي اني بريفرالز هتكون على اي بن. طبعا البنز بتاعت البورت بتاعتنا اللي هي بورت من بورت زيرو غاية بورت تلاتة. لهم اربعة بورت الاولانيين. دول ممكن يبوريكون فيجورت عشان يبهوا اي حاجة. يعني لو سبتوهم عادي خالص وتماؤهم مانتش اي كونفيجوريشن ليهم هما اوتوماتيكي يبو ديشتر انبوت اوبوت. او ديشتر اوبوت معنا صح يعني. لو انا غيرت او عملت لهم كونفيجوريشن بسمال كروس بار. ممكن يشتغلوا بقى باي واحدة من الحاجات اللي انا شايفة هنا دي. ممكن يوصلوا بال UART zero اللي هو سيري كومينيكيشن zero. ممكن يوصلوا بSPI ده انترفيس. سيري انترفيس. ممكن يوصلوا على حاجة اسم باس ده نومر انترفيس برضو. ممكن يوصلوا مثلا على حاجة زي كومبيراتور اوبوت. ممكن يوصلوا على التايميرز تبقى بحيثنا تدتكت ايفنس. بالايفنس اللي جايالي من برا. علشان تعدها مثلا تبقى شغالها في الكاونتر مود. ممكن احنا نعمل بها حاجة زي نفسها بحيث ان احنا يعني نستعملها في الابليكيشن بحياتنا حسب الابليكيشن بتاعنا بقى بيحتاج ايه. ممكن ندخل منها انترفس. حسب الحاجة اللي انا بختارها باستعمالك كروس بار. حسب البنز الاكسترنال دي بتبقى فيها شغالة ازاي. فممكن اعتبر ان الاكسترنال البنز دي لها استعمالات كتيرة منها انها تكون ديشتال بورتس. اوكي يعني ممكن انا لو خليتها ديشتال بورتس بمعنى كده دول وصلين بدول مباشرة. لو انا غيرت بقى يبقى في مجموعة ممكن توصل بحاجة تانية. ممكن توصل بجزء تاني ما هواش الديشتال بورتس الموجود عندي هنا. فطبعا الديشتال كروس باردة بيبقى في حاجة اسمها priority encoder او decoder. بيبقى بروجرامد بعدد من الـ SFR اللي هي XPR0, XPR1, XPR2, P1M, DIN. ويعني نفس الكلام بالزبط هنا الـ register بتاعتي اللي موجودة اللي هي بتحددي بقى الـ port نفس نوع ايه. بيبقى برضو المود بتاعه بتحددي بالايه؟ بالمود register بتاعي 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 بتاع الـ data بتاعي بتاع الـ port نفسه بتاعي. فطبعا ده ممكن يبقى شغال ده في الـ digital case بيبقى شغال. لو كان في الـ analog بيقى طبعا اكيد مششغال. فالـ problem بتاعتي اللي أنا علشان هبقى أعمل الـ crossbar او عشان هالكروس بار موجود مع صح في الـ silicon labs 851. لدينا منييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ممكن يبقى هي شغالة في پيرفيرلز معينة في ابليمكيشن معين وهي شغالة في أبليكيشن ثاني بنفس الPens فطبعا دي بالنسب cynنا بنخلي الاختيار بتاع الPen Assignment التشيب نفسها ، بنخلي��하면 الديزاينر disciplinary Ur của wouldn't be able to gai hardware لا. ده ممكن يتغير غير Brompm عن طريق CrossBar فحnder تكلم عن 855F02 حس vlog cuenta بتكلم على timer control inputs and interrupts. وطبعا basically كل الperipherals دي ملهاش dedicated pins through which they may be accessed. basically it can be available through for lower input-output ports. البورت اللي هو من 0 غيرت 4 دول. بنستعملهم علشان نخلي الperipherals دي بالاها access للايه? للoutside world. فبنقدر نحنا نخلي كل واحدة من البنز اللي موجود عندنا في البورت دي. تبقى defined as general input output GPIO زي ما احنا شفنا قبل كده. او can be assigned to a digital peripheral زي ما احنا عايزين. طبعا ممكن برضو زي ما احنا شفنا بورت 1 بزات. بنلاقي ان احنا عندنا ممكن كمان نخليها تبقى assigned للانالوج يعني الانالوج input. فنقدر بيها ان احنا ندخل الانبوت بتاعنا على الانالوج تشتا كونفيرتر. من كلمة عاماتها على اللور بورت دي بقى دايما عندها دي والفنكشناليتيز دي. ودي الفلكسيبيري دي بتخلي الام سي يو دوت او ماي كونترول دوت دوت فيري فيرسيطايل. يعني نقدر نخليه استعمالاته الحقيقة تبقى فيري فلاكسيبل ونقدر نغير ديزاين بشكل يبقى ايه يبقى يناسب الابليكيشن بتاعنا. فطبعا دي حاجة مهمة جدا ان احنا عندنا الكل البريفرالز الموجودة او عندنا يعني عدد كبير من البريفرالز موجود جولد شيب. وانا بحدد انهي منهم اللي بستعملوا وبخليلوا يعني اكسس بعد كده على الايه على الاوتسايد والثرو البورت اللي هي من زيرو غاية ثلاثة. ده شكل بقى الكونيكشنز بتاعت الكروس بار بتاعنا. بيبقى في عندي هنا دي البورت بنز بتاعتي. بورت زيرو بورت وان بورت تو بورت ثري. عندي هنا بقى البنز اللي ينبت او بتاعك كل واحدة من البريفرالز بقى. ده يو ارت زيرو. ده الجزء بتاع ups. ده جزء بتاع ده واحدة من ال SPI. بيتكلم Architecture بات acquainted على ال SPI. ده اعتقد ده اعتقد ده بردو وحده من ده imaginme3 موجودة. ده الموجودة. ده الموجودة اللي هو الثاني دو. ده الموجودة. ده بيبقى بردو آپ ارت ii. يعني كل واحدة من الحاجات اللي موجودة هنا دي بيتمثلي جزء من البريفرالز الموجودة. بوصلها بقى بدون عن طريق الاختي رب بتاعتي اللي موجودة هنا دي. لو انا عاوز مسلا استعمل ده. يعني اخلي بقى. يعني XBR 0.2 اخليها بواحد. اوكي. لو خليت دي بواحد يبقى باسيكلي هو بيوصل لي TX0 يوصل لي P0.0 و TORX0 يوصلها P0.1. اوكي. اللي بعدها لو انا عايز اخلي دول Enabled. هو الحقيقة بيبص على اذا اذا كانوا دول Enabled دا. يعني لو كانوا اتنين دول استعملوا already. هو ميضاش يستعمل دول تاني. فباسيكلي يا اي ما هيستعمل دول لو ما كانش في اي حاجة مستعملة من الفوقي. يا اي ما هيستعمل دول. فلو انا كنت عامل Enabled دا. يبقى معنا كده استهلك 0 و 1. بت 0 بت 1. ده لما يجي استعمله استعمل بت 2 و 3 و 4 و 5. اوكي. لو ما كنتش مستعمل اليو ارت 0 دا خالص. يبقى معنا كده بيستعمل بت زيرو و 1 و 2 و 3. بيبقى في عندي Priority Encoder كده بيبقى Priority Highest Priority لده. وبعد كده لده. وبعد كده لده. وبعد كده وهكذا. فده بيختار البنز بتاعته كده. ما احنا شايفين معلوش غير هو الاختيار ده. ده بيبقى عنده اختيارين. ده بيبقى عنده اربع اختيارات. ده بيبقى عنده اا اكتر كمان. يعني ممكن يبقى اكتر شوية عشان في هنا اختيار كمان زي هذا. فكل واحد من دول الحقيقة بيبقى Priority مختلفة عن التاني شوية. وفي الاخر اللي بيحصل ان انا بشوف اني من دول اللي Enabled وبعرف بعد كده هم هيبقى connected على اني port من دول. بتحكم في اني واحد Enabled او اني واحد عن طريق ال XBR 0.2 او XBR 0.1 حسب بقى هنا في ال XBR 0 XBR 1 و XBR 2 اللي يتعادل ريجسر بتاع كنترول حسب الانتري بتاعي فيهم بيحددي ايه اللي بقى connected هنا. فطبعا في الاخر انا ال Peripherals دي كتير او زي ما احنا شايفين كده. مش دايما كلهم يبقى connected طبعا على output. بس طبعا عندي حتى لو انا كنت عايزهم كلهم يبقى connected. يبقى معنا كده هيتحطوا بشكل معين بorder معين. يعني دي هتبقى connected هنا والاخرانية الخاصة هتبقى connected هنا مسلا. اوكي? حسب حسب التابل ده. بقى connected دي الاول. واللي فاضل بعد كده بقى بقى connected BD. واللي فاضل بقى connected BD وهكذا. بامشي من اول فوق احط ال priority للفوق وبعد كده بنزل تحت بعد كده في ال priority بتاعتي. فباسيك لو انا كنت عايز اشغل اي حاجة. ببتدى شوف الحاجة دي هي اني واحدة في دول. بشوف ال bit اللي مقابلة لها في ال XBR registers. اللي هي control registers بتاعت الكروس بار. واشوف ايه اللي مفهود يبقى enabled. وببتدي بعد كده اشوف لما بعمل enabling دوت ال any port pins اللي هتبقى connected بال functionality ديت. وبعتعمل معها بعد كده في ال hardware بتاعي. وابني الداير بتاعتي على اساس. عشان enable crossbar انا هو يشتغل. لازم نبرمج التلاتة register بتاعنا XBR zero XBR one XBR two. كلهم مع بعض. اوكي. ودول لازم اكون عملتهم كلهم configuration. عشان بعد كده اعمل enabling لل crossbar. crossbar بيبقى enabled. لبنى انا خلي البت اللي هي XBR two point six. اخليها بتساوي واحد. فباسيكلي بعمل كل ال registrar بتاعتي XBR zero واحد واثنين. وبعد كده. وانس ان عملت اتنين دوت. وفيه two point six بتساوي واحد ده خلاص بيبقى بعديه. بقى اللي انا بعمل مثلا enabling you art zero. اه يبقى شغال. يبقى معنى كده اخلي ال bit number two هنا. اللي هي you art لو XBR zero point two. اخليها بتساوي واحد. فمعنى كده انا خلاص عملت هنا enabling lambda. هنا مش عايز اعمل enabling ده حاجة. لو عملت بقى two point six. عايز اخليها بلوجيك level واحد. يبقى معنى كده ال bit number six هنا تبقى بواحد. وانس كتبت XBR two بتساوي اربعين. zero X40 يعني اهكس اربعين. يبقى معنى كده خلاص ده بقى enabled. ما اقدرش ان انا اغير في الايه? في ال connections بعده. وانس ان هو بقى enabled. يبقى خلاص صعب ان انا اغير بعد كده في البرنامج. ده ما اعمله كان initialization في الاول خالص. وانس ان انا عملت له initialization في الاول خالص. ده ما بيتغيرش بعد كده في اي جزء في اجزاء البرنامج بتاعتي. اخر حاجة نتكلم عليها في المحاضرة دي هي الجزء بتاع ports four through seven. احنا كل pin تبقى programmed لوحديها بالموضل بتاعها ازا كانت open drain ولا push pull لوحديها خالص. البورس من اول four لغاية seven بتبقى programmed على four bit level. على النابل level. على كل four bits يعني سواء upper four bits ولا lower four bits بيبقوا programmed. كلهم مع بعض انهم بحاجة معينة. يعني هنا ال register بتاعنا اللي بتتكلم عليه هنا اللي هو البرت اللي احنا مكلم عليه هنا دوت اللي هو p7 four out. اللي هو p74 يعني من اول four غاية seven out. ده بيبقى من اول يعني bit number seven فيه بتقول لي port seven high. اللي هو high four bits. هما open drain ولا push pull. لو حطيدي بواحد يبقى pins او bits من اربعة لسبعة في بورت seven دول كلهم بيبقوا open drain. بيبقوا كلهم لو هما كان بواحد يبقى معنى كده push pull. لو هي zero يبقى معنى كده open drain. بتكلم مسلا على اخر واحدة خالص هنا. p4 l. لو حطيتها بواحد يبقى معنى كده بتكلم على انا عملت configuration لport four bits من zero غاية ثلاثة تبقى كلها push pull. فمعنى كده في البورت اللي هي من اول four لغاية seven دي. انا بتكلم على ان كل واحدة من من البورت دي متقسمها النصين. كل نصة اربعة bits. والاربعة bits دول قدر خليهم يقيمة push pull يقيمة open drain. ما قدرش اخلي individual bits من اللي موجودين دول او individual pins من اللي موجودين في البورت دوت يبقى الواحدين واحدة open drain واحدة تبقى push pull. فدي ناخدها في اعتبارنا كويس قوي علشان ما قدرش نعمل programming للبورت دي تبقى برضو متعاملين معها بالشكل المزبوط. في الحقيقة المحاضرة دي اتكلمنا على بعض الحاجات اللي هي introductory بالنسبة لي الجزء بتاع المايكو كونترولر 8051. ممكن دلوقتي يبقى نبص على اول بروجيك اللي هو البروجيك بتاع البلينكي. اللي هو بنطلع في output كده موجودة على الكيت. ممكن طلعت تبقى بواحد وزير وكده بحيث انها تعمل لنا اضاءة. تعمل لنا تنور روطيت في كده بريت يبقى وان ساكن مساء ولا حاجة. يعني فريكنسي واحد هرتز ولا حاجة ولا اتنين هرتز. ونقدر نشيك بها. نحن فاهمين اللي بيحصل. طبعا دي بتحصل ان احنا او نقدر نعملها ان احنا نكتب على البورتة واحد مرة ونكتب عليه زيرو مرة تانية. ونحط بينهم بعضهم لوب بتاع الدليي زي ما احنا شفنا بكده في الجزء بتاع الكونفيجريشن بتاع الاكسترنال الكلاك. ونقدر بها الحقيقة ان احنا نعمل يعني الكونفيجريشن للدلي بتاعتنا بحيث انها كل وقت اللي احنا عاوزينه. طبعا بنتكلم على الجزء اللي بنتكلم عليه ده وقت ان احنا ابتدينا ان نعمل الانشاليزيشن الكلاك. نعمل الواتش دوك تايمر. ونعمل بعد كده كونفيجريشن للأوبوت بورت بتاعتنا. الموضل بتاعها ايه? طبعا في الحالة اللي احنا عايزين ننور بها لدي يبقى يستحسن احطها ان هي تبقى كونفيجرد اس بوش بول. عشان هي واصلة بالشكل ده في الدايرة اللي موجودة في الكت. انها لو انا بعمل دايرة بره ببعارف ازا كنت اوصلها كده او لا. حسب ان احاطت بره اكسترنال وفي الاخر خالص ببتدي بعد كده اعمل اكشل فانكشن بتاعتي ان انا بعمل ساتينج وكليرنج للبيت اللي هي مقابلة لللاد اللي موجودة عندي في الدايرة. بحيث انها تعمل لي اضاءة او ما تعمليش اضاءة. طبعا اخد بالي كويس قوي ان انا لو بعمل اضاءة. لو بتاعت الاكشن ده وان انا نور اللاد ووقت فيها. كان سريع زيادة. ده هنشوف اللامبة من نورة طوال الوقت. ولو احنا بنتكلم على ان احنا عاوزين ان احنا نعمل اللوب ان هي تبقى عندنا ديلي كافية بحيث ان انا نشوف اللامبة من وورة المدة ثانية ومطفية المدة ثانية. يبقى لازم ان انا ساتل بدي وحط ثانية ديلي وكلير وحط ثانية ديلي. يعني ما يفعش حط الثانية ديلي بس في النص وخلاص. احطيتها كده بالشكل ده. يبقى ايها في الوقت اللي هيبقى مش هيبقى فيه وقت اصلا خالص. مش تقضي وقت انها تبقى خالص. يعني تاخد وقت طويل نيامنا وورا. بعد كده وقت قصير جدا. مش هلاحظه اصلا تبقى مطفية. فمعنا كده مش هشوف برضو الاكشن اللي انا عايزه. فممكن نبص على البروجيك الاولاني الموجود عندنا في الويب سايت. وممكن نحاول نطبق الكلام ده على لو نقدر. طبعا الجزء بتاع الحقيقة عايز شغل عملي علشان نقدر احنا نعمل الحاجة اللي احنا عايزينها. ونقدر نتعلم الحاجة دي نقدر نعمل بيها ايه بالزبط. ونقدر نعرف بتاعة الوبريشن اللي اعمل ازاي. طبعا احنا اخدنا البروجيك بس عمال الاسمبي لانجوج واخدناها بس عمال الاسمبي لانجوج. طبعا البريفرنس بتاع حاجة زي كده طبعا واحنا بنكتب برنامج بسيط زي كده. السي لانجوج ممكن يبقى فيه ممتاز جدا. بس لو حد احب يجرب الاسمبي لانجوج برضو هلاقي في واحدة من البروجيك برضو حاطت بتاع البرنامج بالاسمبي وما علي اعمله ان انا بس اكتب الجزء اللي انا بساته بكلير في البورت بنز بتاعتي في الكود نفسه. فممكن اعمل كده او كده بس انا بفانضل ان احنا نشتغل بسي لانجوج عشان هو ده اللي احنا نستعمله بعد كده في بقية الكورس. المرة اللي جاية ابتدي بقى نتكلم في الطوبيك بتاع الطايمير وده طوبيك مهم جدا. هنقدر بعدك هن نكونباين الطوبيك اللي خدنا النهارده بتاع الجنرال مع الطايمير عشان نقدر نعمل الطايمينج بقى للبلينكي بنامج بتاع بلينكي دوت. بحيس ان هو طلع لنا في فيري اكروت تايمينج للسيجنل بتاعتنا اللي احنا بنطلعها. مش داي الدليل اللي احنا بنعملها با ايدينا بلوب اللي احنا مختبقاش فيري اكروت زي الطايمير اللي احنا بستعمله في ماك كونترول.